إن الإعلان عن استيارات سيارات بمقابل 150 مليون و160 مليون هو إعلان قد يكون بشرى لكثير من العائلات الجزائرية ولسيما الذين ينتظرون منذ سنوات الاختناء سيارة جديدة ورأوا أن حلمهم قد تبخر خاصة مع دخول السماسرة إلى الأسواق وارتفاع الجنون لأسعار حتى السيارات المستعملة طبيعة الحال هنا راح تكون منافسة أكبر وأشد بين العلامات وقد يقول قائل أن 150 مليون هي سيارة ربما من درجة ثانية أو ليست في المستوى الجيد نحن نرد بأن هناك دفتر شروط لابد أن يكون مقبولاً وأن يفي به كل متعامل اقتصادي ولا يمكن لأي سيارة أن كانت إلا تلبي شروط هذا الدفتر الذي تم وضعه في نهاية 2022 وبالتالي هناك أمل ومجال للمناورة لكثير من العائلات لأجل تحقيق هذا الحلم الذي الكثير ينتظره توفير سيارة للعائلة سيارة جديدة صحيح أن حلم الجزائرين متعدد ولكن هذا المنتوج المتوفر المتمثل في السيارة من بين الأمور التي تنتظرها كثير من العائلات